نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خبز كيتو بدقيق اللوز بحيث ان الرغيف هيبقى معمول ب3 معالق بس من دقيق اللوز فانا عشان هعمل رغفين خد 6 معالق كبار ودقيق اللوز انا كنت عملته معاكو قبل كده في فيديو لو عاوزينه احط لكم لينك بتاعه في صندوق الوصف هياخد كمان معلقتين كبار من الكشور السليوم الخبز ده سهل جدا وهنعمله على البتجاز من فوق هياخد كمان معلقة كبيرة من البيكن بودر بنفس المعلقة اللي عيرت بيها دي اللوز هياخد معلقة كبيرة بيكن بودر واحط كمان ربع معلقة صغيرة من الملح لو عايزة تضيفي نكهات للخبز مثلا زي الشمر او الينسون او حبة البركة او القرفة ممكن جدا ان انت تضيفي اي نكهات تحبيها هقلب المكونات الجفة كده على بعض وهبتدي احط المية بالتدريج علشان يعني القوام ما يبقاش فيه كتل هبتدي احط المية انا معي نصف كبيرة مية دافية ضروري المية تكون دافية فهاخد منها بس بالتدريج كده وقلم علشان ما يكلكعش معي نصف كبيرة بس من المية اللي هحتاجه عايزة لايك للفيديو يا بنات ان شاء الله الخبز ده يعجبكو جدا وحطلكو المكونات كلها في اخر الفيديو الخبز دون مناسب جدا للكيتو لضايت بجميع انواعه مرضى السكر وحساسية الجلوتن هبدأ اقلب فيه كده لحد ما يعمل لي عجينة ما بتلزقش في الايد ومش هسيبها ترتاح ولا اي حاجة هشتغل بيها على طول خبز سريع جدا وده شكل العجينة في الاخر هنبتدي بقى نفردها طبعا علشان انا درعتها ابني فخلت ابني هو اللي يفردها لي حتى خلته هو اللي عمل الشاورمة اللي هنحشيها بيه في الاخر ولو عاوزين فيديو الشاورمة قلولي وانا هنزله لكم ان شاء الله بكرة يعني شاورمة فراغ طعمها جميلة جدا انا بصراحة يعني تعبت من الاكل الجاهز لاني مش قادرة اقوم اعمل حاجة فقلت اللي منك كبير يعني ان هو يعمل وانا اقول له يعمل ايه فهو حتى هنا اللي بيفرد هو العجينة جيء دي وبشكركم جدا يا بنات على دعواتكم الجميلة لي وسؤالكم علي يعني مش عارفة اشكركم ازاي بصراحة ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب كل اللي سأل علي ربنا يجازي كل خير وكل اللي ده عالي هنا هنجيب طبق كده ونحطه على العجينة بعد ما فردناها بحيث ان احنا ايه نقطع رغيف مدور طبعا هو مش عارف يعني عشان مش متعود يمسك السكينة ولا يعمل حاجة فمعلش يعني بيتعلم بس قطع بقى الرغيفة هون انا الحمد لله بخير وشكرا جدا ليكم يا بنات على سؤالكم ودعواتكم العجينة دي هتعمل رغيفين الحقيقة انا كنت تعبت طبعا من الاكل الجاهز ومعدتي تعبتني فقلت لا بقى هو يوم يعمل شاورمة الفراخ والعيش فالعيش بصراحة نافع جدا ان هو يتحط فيه شاورمة فراخ كانت طعمه لازيز قوي بصراحة هنحطه بقى على الطاصة طفال من غير زيت ولا اي حاجة لو عايزة يبقى لي وشه وضهر ممكن تفرضي تخين عن كده يعني ما ترققوش بس انا كنت عايزة اعمله زي ساندوتشات الشاورمة اللي هي الصاج فروحت مخلية ابني يعني يرققه جيمت هو هنا مش عارف طبعا يدير الرغيف عشان طبعا ايدي مش عايزة اقربها من النار فقلت له تعالى اقلب العيش في الاخر الحمد لله عرف في قلبه بس هو ما بياخدش وقت على النار يعني هتلاقوه استوى على طول وعلى فكرة ده انا كنت يعني مخلية يفرده مش رؤية قوي فانتفخ هتلاحظه دلوقتي انا عليت النار هتلاحظه ان هو يعني انتفخ وبقى لي وشه وضهر زي ما قلتلكم المقدار 6 معالق بدقيقلوز هيعملولي رغيفين يعني الرغيف معمول ب3 معالق دقيقلوز وده كان طلب بانوتا معانا هنا في الكومنتات قلتلي انا عايز اعيش ب3 معالق دقيقلوز وانا عملتو اهو يا رب هي تشوف الفيديو وطعمه لازيز ان شاء الله يعجبكو بازن الله ياريت بقى لايك وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتيش عشان يوصلك ان شاء الله كل يوم فيديو جديد ده الرغيف التاني ده بقى خليته يرقه قوي وهو بيفرده وده كان شكله هحط لكم بقى السعرات والكاربوهيدرات في اخر الفيديو مع المكونات وده بعد ما اتحشى شاورمة كان لازيز جدا ورائع لو عايزين كمان طريقة الشاورمة ان شاء الله اقولولي في الكومنتات وانا هنزلها لكم بكرة بازن الله حطيت بقى هو حط مايونيز وحشاية كده بالشاورمة اتمنى الفيديو يعجبكو وتستفيدوا منو وتجربوه تقولولي رأيوكو في الكومنتات واشوفكو على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة